اهلا بحضرتكم مرة تانية ومش عيد اللي قلته في المقدمة خلونا ندخل في موضوعنا على طول ونتحدث عن ما يحدث في الاراضي المحتلة في 48 ساعة بين عيشهم معينا ومشرفنا في استوديو مساء خير دكتور احمد شحات مدير مركز شاف للدراسات المستقبلية واستشاري الامن الاقليمي والدولي مساء خير يا دكتور مساء خير حضرتكم ومشرفنا الله خليك وتحية حضرتكم ومشاهدين الحقيقة خلينا نبدأ من البداية العملية اللي تمت عملية بهذا الحجم بالتأكيد كانت عملية مفاجأة لإسرائيل كانت مفاجأة كتير كمان من المحللين السياسيين أنه تحدث عملية بهذا الحجم يبقى السؤال لكل الناس بتطرحوا أنه أين كان الأمن الإسرائيلي وأين كانت المخابرات الإسرائيلية قطاع غزة تحت المراقبة المستمرة أي سلاح بيدخل أي حديث بيدخل للتصنيع بيبقوا عارفين إزاي تم تدريبهم شراعة من طيران إزاي تم تدريب الناس دي والتأكيد ده تم فوقت طويل لأن العملية بتقول أنه تم الإعداد لها فوقت طويل فهل ده قدرات أمنية جيدة للمقاومة ولا ده اهتراء في القدرات الأمنية الإسرائيلية والمخابرات الإسرائيلية أولا يعني قبل ما يجاوب على السؤال اللي حصل ده يعتبر يعني لو أنا بوصفه توصيف من وجهة نظري أنا بعتبره انتفاضة فلسطينية ثالثة وفعلا هي عبارة عن صرخة وانفجار شعبي يعني علشان أي شعب محتل أرضه بطبيعة الحال هيجي وقته هيبقى ليه رد فعلي نتيجة حالة من الإحباط حالة من الهزامية أجيال مش شايفة المستقبل مش ركع الأرض المحتلة بطبيعة الحال بيبقى فيه تغييرات اجتماعية وبتفرز عوامل نفسية بتأدل إحساس المقومة وهو مشروع يعني مصر نفسها في تاريخها مثلا 72 سنة احتلال إنجليزي وقبلها 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 في حركات مقومة مختلفة في الآخر فهي مشروعة طالما الدول أحتلت أرضها أرجع لسؤال حضرتك إن فكرة هذه العملية بهذا الحجم عسكريا بطبيعة الحال قعدت فترة كبيرة وكبيرة جدا للإعداد والتجهيز والتدريب والتمويل وأبعاد كثيرة عشان عملية بهذا الحجم تختارق الحواجز والعقبات والجدار الزكي والمنطقة العزلة وتصل بهذا التسليح سواء بري أو سواء جوي والخفاش الطائر وخرافه وبطبيعة الحال هذه الإمكانيات تفوق القدرات العسكرية لحماس عشان نبقى نكون واضحين وبيعد هذا المشهد تغير حد ونوعي في الإمكانيات والقدرات لهذه الحرقة وينظر بإن ممكن إن يبقى فيه إمكانيات أكبر وأعلى في المستوى طالما قدروا يخترقوا هذا الموضوع نقطة اللي حالك شاورت عليها إمكانيات الموساد وإمكانيات الأجهزة الأمنية والاستخبارات بكافة أنواعها سواء العسكرية أو الشباك وخلافه هذا المشهد بيدل إن هناك فشل زارية لهذه الأجهزة لأن أجهزة الاستخبارات بطبيعتها ووظيفتها الأولى والأهم إن هي تعطي إنذار مبكر لقوتها أو للدولة بتاعتها بفترة زمنية للاستعداد ضد أي عدائيات أو أي تهديدات من جهات معادية لها بشكلها فهذا المشهد مهما كان تفسيره هو في الآخر فشل وفشل واضح نتيجة يعني ظاهره ومقوماته إنه حصل اختراق لكل الدوائر الأمنية إزاي؟ ده اللي هنشوفه بعد كده والحقيقة بلينك إن النهار ده كان بيتحدث عن إنه لازم ندرس إلي حصل من المخابرات إنها يعني ندرس هو بتكلم بصيغة الجامعة طبعا كالمعكد طب إحنا وإحنا بنحلل بنكون مشغولين أكتر بإيه اللي هيحصل لإنه في مئة سؤال منهم مثلا الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الحكومة اللي بتعاني من مظاهرات فترات مستمرة الداخل الإسرائيلي المشتعل اللي كان قرب يصل إلى حرب أهلية كيف سيستردي نتنياهو هذا الشعب الغاضب؟ هيعمل إيه؟ هيصل لأنهي درجة علشان يرضي هذا الشعب بعد كل هذه الأعداد من القتلى والمصابين والمفقودين والأسرع أولا نتنياهو في السياسات وهي دي حكومته الستة في تاريخ إسرائيل أسلوبه المعتد أن سيكون هناك رد فعلي ورد فعلي عنيف ولكن رد فعلي لن يكون مطلق يعني لن يعني لن يحرق الأرض كاملة لأن فيه اعتبارك يعني موجود أو فيه تغير حد في المشهد أو في المعطيات أن هناك أسرع وهناك رهائن هذا التغير الجديد في المشهد لو نفتكر قبل كده الأسير شاليت تم التفاوض عليه والمقايد عليه بعدد كبير من الأسرع الفلسطينيين في السجون الإسرائيل إنما أنا وجهة نظري لن يسامح الشعب خاصة في حالة الشعب الإسرائيلي في حالة الغضب والتظاهر المستمر ضد السياسات هذه الحكومة المتشددة ضد السياسات التي هي تغيير النظام القضائي وما يسمى الإصلاحات القضائية من وجهة نظر نتنياهو وحكومته لن يسامح نتنياهو على أنه تبنى سياسات متطرفة متشددة أدت إلى انفجار الوضع بهذا الشكل ورد الفعل العنيف اللي برضو الشعب الإسرائيلي هو اللي دفع الفاتورة ودفع التمن فبالعكس لن يردي من وجهة نظري لن يردي نتنياهو بهذا الأداء وإن كان رد الفعل متزايد وأقصر عنفا لن يردي الشارع الإسرائيلي وبالعكس سيزيد حالة من الاحتقان وأنا أتوقع أن مستقبلا بعد انتهاء هذا الموقف العسكري أنه سينظر بشكل كبير باستقالة هذه الحكومة والشعب سيطالب الحكومة بالاستقالة من خلال البرلمان أو من خلال التظاهرة الشعبية الحديث عن إعلان حالة الحرب بشكل رسمي استدعاء الجنود الاحتياط تطوع الزباط الشرطة الحديث عن أنه سنغير وجه غزة الخمسين عام القادمة أو هنرجع لسنوات للخلف فيما يخص قطاع غزة حديث يعني ضق الطبول للحرب بشكل كبير بشكل استهلاك إعلامي كبير يعني ماذا تعني حالة الحرب بالنسبة لإسرائيل ماذا تعني بالنسبة لنتنياهو إلى أي مدى ممكن أن تصل هذه الحرب خاصة مع فتح جبهة حزب الله في الشمال شفنا تبنى الحدث اللي حصل في بيتشابعة وردت عليه إسرائيل هل ستفتح الحرب في أكثر من جبهة؟ العقيدة العسكرية الإسرائيلية لا تجيد ولا ترغب دائماً في أنها تحارب على أكثر من جبهة ليس عندها القدرات والاستعاب العسكري أنها تلعب على أكثر من جبهة ولكن التحرك على جبهة داخلية هي عندها من المقدرات العسكرية ومن الخبرات اللي تعبت تتعامل معها وهي بتقتصر بشكل كبير جداً على الضربات الجوية لأهداف للقيادات لأبراج لأماكن سكنية لفرض حالة من النزوح واللعب في حالة الدعاية والروح المعنوية والاستهلاك الإعلام زي ما حضرتك ذكرت في هذا اللفظ وبعد التحركات تجاه لبنان لأن التحركات تجاه لبنان هي التحركات محسوبة بشكل كبير لأن ليس هناك جيش نظامي أمامها في الآخر هي بعد التحركات بتتعامل معها بشكل برضو ضربات جوية بتعب تتعامل معها بشكل أو بآخر حتى لو هناك خسائر في سنين طويلة من 2006 لم يكون هناك تغير كبير في حالة المقاومة من حزب الله واتجاه إسرائيل إنما في الآخر فكرة إعلان الحرب بطبيعة الحال لم يحدث لإسرائيل هذا التحرك وهذا العدل من القتلى في يوم واحد منذ 73 يعني لم يشهد إسرائيل هذا المشهد وهما بيتوتروا وهذا المشهد بيحكس فعلا حالة الارتباك سواء في الإدارة السياسية وفي الأجهزة الأمنية زي ما حضرتك قلت في بداية الكلام سواء الأجهزة الأمنية ولا الأجهزة الاستخباراتية في هذه الحالة الارتباك لكل المشهد إحنا إزاي فجئنا ده إنما دائما الأجهزة الاستخباراتية أو الأجهزة الأمنية عندها معلومات عن نواية حماس بأعمال عدائية اتجاهها بن وجهة نظرهم ولكن يعني أنا أكاد أن أزعم لم يصلوا إلى التوقيت يعني هم عندهم على طول أن هناك ولم يصلوا إلى أن هناك حجم تحرك بهذا المعنى ولم يصلوا لفكرة أن هناك أسلحة مختلفة سواء زي ما قلنا القفشرة ده تكتيك مختلف تماما يعني إنما هناك فكرة أن هناك عدائيات من هذا الجانب وعدائيات مستمرة بدليل أن على غلاف غزة فيه هناك تكسيف كبير من القوات الأمنية وتحرقات متوالية ودورية لكن الكابوس ده كان بيواجه إسرائيل كانوا عندهم تصور دايما أنه من الشمال هيحصل هذا الاقتحام بنفس السيناريو اللي حصل من حماس ولكن كانوا متصورين أنه هيحصل من ناحية حزب الله مش من ناحية حماس على ذكر بقى حزب الله على ذكر إيران البيت الأبيض بالأمس قال أنه ليس لدينا ما يفيد بأن إيران يعني متقرطة في هذا الأمر النهاردة بلينكين في الكلمة اللي قالها تحدث عن أنه ما حدث هو محاولة لعرقلة التطبيع مع السعودية أو مع الدول العربية بشكل خاص وتم ذكر إيران صراحة من قبل بلينكين لأي مدى إيران خاصة وإيران متعرطة في هذا خاصة وأن المبالغ المالية التي تم صرفها تسليح وتدريب توحي زي محارتك قلت أنه يعني هذه ميزانية كبيرة أولا أحيك على السؤال ده رقم واحد رقم اتنين أن لا شك أن هناك دعم ودعم كبير لحركة حماس إنما هل هناك معلومات تؤكد هذا الدعم ومن أي جهة أنا أتوقع أن دي كلها استنتاجات لها بقى خلفيات سابقة لها انطباعات لها رسائل تحب أن تؤكدها الولايات المتحدة الأمريكية حتى وإن كانت إيران هي الدعم الرئيسي في هذا المشهد ولكن لا توجد يعني مبررات حقيقية أو ثوابت حقيقية تثبت هذا المنوع وإن كان في التحليل من الممكن أن نستنتج أن من أبرز العناصر أو الدول الداعمة هي إيران نستنتج إنما في ردود الفعل الدولية أو للدول الاسنتج ليس كافي لإثبات الموقف النقطة اللي بعد كده إن الولايات المتحدة عندما تتبنى هذا الفكر وإنها كمان يعني تحذر الدول من استغلال هذا المشهد دول المعادية لإسرائيل وعمل كده بايدن بإيد وهو بيتكلم يعني يعني من المرات القليلة لنجد فيها بايدن بهذا الحماس وهذا رد الفعل القوي يعني أنا ما شفتوش حتى في مواجهة روسيا وأوكرانيا رد رد الحاسم والقوي حتى النبرة والبادي لانجلش بتاعه وكان يعني واضح إنه هو متأسر جدا بهذا المشهد وده بيثبت إن عدم حيادية الولايات المتحدة الأمريكية وإنها الغطاء الرئيسي الدولي لإسرائيل وفكرة إن الدعم العسكري المطلق الهدي والدعم الاستخباراتي والدعم المعلوماتي ده بيضع الولايات المتحدة تحت إمرة إسرائيل في هذا المشهد وكأن الولايات المتحدة وده السؤالي اللي هسأله حارك دلوقتي وكأن الولايات المتحدة تشارك في الحرب بمعنى إنه اليوم بدأت تتحرك الزخير والأسلحة وحملات الطائرات جيرال فورد ودعمه مطلق بعض المحللين قالوا إن ده يعني إنه الولايات المتحدة دخلت على خط الحرب هي الأخرى وبعض المحللين قالوا وده اللي عايزة أسأل حارتك فيه إنه بالعكس الولايات المتحدة بتدعم إسرائيل من أجل احتواء إسرائيل علشان لا تخرج بشطط فتقوم بدار بإيران ضربة مباشرة مثلا فتبرز لها إنها بتدعمها من أجل احتواء غضبها ومن أجل احتواءها علشان لا تقوم بفعل في شطط أي الرأي أنت تتبنى أو لو في رأي تالي هقول لحضرتك هرجع سنة وسفكة التطبيع اللي حاكلت إياها في السؤال الأخير أنا أتوقع إن الفترة الجاية هيحصل جمود في ملف التطبيع بطبيعة الحال الانتظار اللي ما ستسفر عليه وحتى الدول التي قامت بالتطبيع مع إسرائيل ستجمد حالة التطوير في العلاقات فلننتفق على حتة دي الحتة الثانية إن الأسطول أو حملة الطائرات الأمريكية أو حملة الطائرات على فكرة لسادة المشاهدين بتحمل 80 طائرة مقتلة يعني هي جيش جيش طبعا جيش سواء F-16 أو F-15 فكونها تدخل في المشهد هو كارت إرهاب أنا وجهة نظري كارت إرهاب ليه لأن إسرائيل عندها من هذه الطائرات ما يحسم الوضع ويستهدف مساحة 35 أو يعني المساحة بتاعة غزة بالكامل بالضبط يعني هو بس هو كارت إرهاب ورسالة دعم مباشرة للجانب الإسرائيلي إن إحنا معك بكل الإمكانات سواء المعلومات أو خلافة أو كده إنما المشهد في الآخر هل إسرائيل دعمها بشكل مطلق؟ هي دعمها بشكل أهل تتحدى المجتمع الدولي يعني عشان تتحرك عسكريا لضرب أي دولة وهي عندها حملة طائرات في الأسطول السادس في البحر المتوسط وعندها حملة أخرى في الأسطول الخامس في منطقة بحر العرب تمام؟ فعشان تحرك هذه الحاملات للطائرات وتدخل في الحر لابد أن موافقة مجلس الأمن مثلا يعني مجلس الأمن إذا مفروض يجتمع النهاردة لعل المنى خير لا أعرفش إلا لا وكمان إحنا عندنا مشهد يعني الوقت المتحدة الأمريكية استخدمت استخدمت حق الفيتو 44 مرة لصالح إسرائيل لعدم دانتها من مبارساتها العدائية تجاه الشعب فهي بتكيل بمكيالين حتى المجتمع الغربي اللي بيدعم معظمه طبعا بيدعم إسرائيل بشكل مطلق برضو بيبين عدم حيادته في قراءته للمشهد في القضية الفلسطينية بشكل عام خليني أسأل حضرتك إسرائيل طول الوقت استراتيجيتها كانت قائمة على إضعاف المقامة الفلسطينية لأنها لا تستطيع القضاء عليها هل بعد هذه العملية من الممكن أن تتغير طبيعته شكل الاستراتيجية الإسرائيلية مع المقامة؟ أكيد لأن فيه خلل في ميزان القوة هي كان بتعتمد أن هي الأبرهند عليها وبتتحرك كذا كذا بقى فيه حالة من مش طبعا ما فيهش تقارب في المستوى ولكن الجانب الآخر اللي هو كان في حالة خمول تماما وحالة استسلام وخلاص كل تكتيكات وكل أسلحته وعنا عارفينها وعايفيننا تحمل معها صدمة صدمة فعلا يا حقيقة هو اللفظ ده المصدوب حدث صدمة في الأوساط العسكرية وفي تقديرات الموقف فهذه الكفة اختلت فبدأ يبقى فيه حالة من تغير الحسابات وتغير التكتيكات في التعامل بدليل أن الأب الحديدية اللي كانوا باستعرضوا بيها ولا لها أي تأثير خالص وهي عندها كان من الإمكانات نتعامل مع هذه الأهداف ولكن فكرة أن لا تلطقتها الرادارات وأن تقدر تتخطى المقطع الراداري وتقدر تقتحم ومشهد كمان حضرتك مشهد الأسرة والرهائن أنا أسفى أقطى حضرتك على ذكر الأسرة هل التفاوض من أجل الأسرة ممكن أن يرفع صقف التفاوض ما بين ربو هو ده بقى هو ده بقى صح يعني دلوقتي فكرة الرهائن هذا التغير وهذه الورقة اللي تتحكم فيها حماس إلا في ساعة طرفت بمية منهم عسكريين ولو واحد هيحصل فتخيالي هذا العدد أنا أتوقع أن المقايدة الرئيسية هتبقى على كافة الأسرة اللي في السجون الإسرائيلية بيقدروا بالألاف وتتباين الأرقام بس هم بالألاف بشكل من النساء وأطفال ورجال وقبار في السن وأنا يعني مش بس النقطة دي أنا ممكن يتطور الموضوع للمطالبة بإخلاء المستوطنات اللي في غلاف غز ممكن جانب ما هو دا دا صوري أنه السقف هيبقى أعلى من فكرة مقايدة أسرة بأسرة دا في نقطة ثالثة إذا سمحتيني بس سريعا أنا عارف في الوقتك محدود الفكرة إحنا ممكن يفرض دائماً إسرائيل كده بعد الانتفاضة التانية بدأ استئناف لعملية المفاوضات اللي هي قضايا الحل النهائي اللي هم الستة اللي هم إحنا عارفين هم بين اللاجئين والحدود والأمن والمياه وخلاف أنا عندي سؤالين وعندي ثلاث دقائق بس يعني طبعاً هعيز أعرف صراحةً قطع غزة منطقة حدودية بالنسبة لمصر والاحتلال بعد الانقسام حاول يحولها إلى كابوس بعد العملات العسكرية اللي بتدفع العزل إلى مغادرة قطع غزة مدى خطورة هذا الأمر يعني خلينا نلقي الضوء صراحةً بطبيعة الحل وأيضاً على الدور المصري اللي بتقوم بيه مصري يعني مصر لا يزاد عليه أحد في دعم القضية صحيح لكن ليس هذا النوع من الدعم أولاً بطبيعة الحل جغرافياً عندما تتعرض منطقة لهجوم طبيعة البشر كده بتهرب للأماكن الأكثر أماناً فالأكثر أماناً بالنسبة لهم هي الحدود المصرية ومنطقة سيناء فحالة النزوح المحتمل إنها تحصل نتيجة الضرب ودي حصل لها تجربة قبل كده يعني أنا عندي قناعة كاملة وإدراك كامل وأكاد أن أكون متأكد وأزعم أن الدولة المصرية عاملة حسابها بشكل كامل وعملة حسابها في هذا السيناريو بالذات والتعامل معاه بشكل يحفظ إن حدث ونتمنى أن لا يحدث إن حدث هذا الموضوع بشكل يحفظ القرامة الفلسطينية ويحافظ على الأمن القومي مستأكيد وإحنا دايماً بنقول إن دور مصر إلى أحد يزيد يعني إذا ذكرت القضايا الفلسطينية مهما حاولت دول العالم تهميش دور مصر لأغراض متفرقة إلا أنه دائماً ما هتلجأ دول العالم لمصر من أجل القضايا الفلسطينية مصر رقم أساسي في معادلة الصراعات في دقيقة تعالي حضرتك على ما حدث في الأسكندرية يعني اللي لاحظ بقى السوشيال ميديا ورأي الشعب وكل واحد في دوائرنا الخاصة حتى العائلية والأصدقاء فيه رفض تام لهذا الحدث من معظم المصري أو أغلب المصريين لأن مهما كان إحنا بنتكلم إحنا كدولة بنستقبل طالما استقبلنا ديوفنا بغض النظر عن دياناتهم أو جنسيتهم فلابد أن يحترم هذا التعرق نمص دولة أمنة إنما أنا شايفه هو عمل فردي ممكن يدخل فيه إطار حادث إجرامي لابد أن يحاسب من نفزه وإنه يلقب تدعياته على دولة مصرية وإحنا بنطلع من عنق الزجاجة وإحنا بنصدقنا السياحة تنتقش وإلا أسف سيستغل إعلاميا ويستغل في أوساط الأوروبية وخلافه فيعني كان غير مبرر من اللي فعله وهو أنا شايفه أنه حادث غير مناسب وهو حادث إجرامي يرفض الشعب المصري المديوفي بشكل في دقيقة في ثانية تتوقع حضرتك أن تستمر هذه الحرب يعني أمدها قد إلين في ناس بتتحدث عن شهور الانتفاضة الأولى اللي كانت في 2000 انتهت في 2005 اللي هي بتاعة محمد الضرة لو فكر رمز الانتفاضة الطفل الشهيد في هذا الوقت إنما أنا لا أتوقع هذه الحرب إنها تدوم أكتر يعني شهر أو شهرين نظراً إن هناك رهائم فسيجلسوا على طائلات المفوضات في أقرب وقت ولاية المتحدة الأمريكية ستستدعى مصر اللعبة دور فاعل في هذا المجل بالتأكيد إذا لم تكن لمصر دور فاعل فيما يقص القضية الفلسطينية أنا بشكرك جداً دكتور أحمد شحات مدير مركز شاف للدراسات المستقبلية واستشاري الأمن الإقليمي والدولي اتشرفت جداً موجود حرارة معنا أشكرك يا فن المساعدة باللقاء مشاهدينك العادة الوقت معكم بيمروا بسرعة والقعدة وسطكم متشبع شمانها لكن وقتنا خلص بكرة حلقة جديدة وأنا أشوفكم لحد تقريباً ترجمة نانسي قنقر